بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وعظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام باب المرادة الإمام الجواد عليه السلام كثير من الأخوة الأخوات يبعثون برسائل حول قضيتي بأن الله سبحانه وتعالى بحمده وبمنه وكرمه استجاب لدعائهم وقضى حوائجهم ببركة هذه الأدعية الواردة عن أهل البيت عليه السلام أو عن طريق المجربات التي نريدها من قبل علمائنا الأعلام وهم بدورهم يريدون أن يقدموا الشكر لنا وصراحة أقولها بأن الشكر ليس لي لماذا؟ لأنه أنا مجرد ناقل لا أكثر ولا أقل مجرد ناقل لأحاديث أهل البيت عليه السلام علوم أهل البيت وكذلك لمجربات علمائنا الأعلام الشكر أولا وأخيرا لله عز وجل ولأهل البيت ولصاحب الزمان ولعلمائنا الأعلام الذين تحلوا بنيات صادقة وبأرواح نقية وقلوب زكية أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعبدوه واتقوه حق تقاته فأعطاهم الله وألهمهم هذه المجربات في قلوبهم وأخذوها كذلك من أهل البيت عليهم السلام هناك نقطة مهمة جدا في مسألة استجابة الدعاء كما هو مجرب ويحثنا أهل البيت عليهم السلام عليه وعلماؤنا الأعلام أولا عليك الأمر المهم الأمر المهم أولا عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل لا تجعل لسانك يختلف عن قلبك أي بمعنى أنت تقول في الدعاء يا أقدر القادرين أنت أرحم الراحمين وفي قلبك تقول عكس ذلك معقولة الله سبحانه وتعالى راح يسوي لهذه الشغلة نتيجة أني كثير الذنوب والسيئات معقولة الله سبحانه وتعالى يرحمني وأني كذا اشلوا راح تنحل هذه القضية هذا خلاف اللسان مع القلب الله سبحانه وتعالى أنت بهذه الصورة تتجاوز على الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى يوميا يرزق حتى الكافرين حتى الملعدين لا ويقضي لهم الحوائج لا ويشافي مرضاهم ويرجع لهم صحتهم ويرزقهم إلى غير ذلك فكيف بك وأنت من أتباع علي بن أبي طالب من أتباع رسول الله من شيعة أهل البيت من محبي أهل البيت عليهم السلام فدائما وأبدا الأولى من قبل الله من باب رحمته بأن يستجيب لك قبلهم وأما مسألة بأن لدي ذنوب ولدي معاصما ليس لديه ذنوب ومعاصما الله سبحانه وتعالى قال كل ابن آدم خطاء خير الخطاء التوابون المستغفرون الإمام علي عليه السلام عندما جاء إليه شاب وقال له أنا كثير المعاصي وأستحيا أسأل الله سبحانه وتعالى أخشى الله يستجيب لي قال له استغفر الله قبل الدعاء استغفر الله ابتي لك شوية قل يا رباني أعتذر أنا نادم على ما فعلت وهناك كثير من أدعيات الاستغفار أستغفر الله أبكي أندم على ما فعلت الله سبحانه وتعالى فورا يغفر لك فورا يغفر لك وكفى بالندم توبة يقول الإمام علي عليه السلام هذه المسألة انت صرت الآن من النادمين كفى بالندم توبة الأمر الآخر المهم جدا أيضا بأنك عندما تحسن الظن بالله عز وجل الأمر الآخر لا تيأس إذا تأخرت القضية شوية لا تيأس فورا إذا كان مثلا الدعاء الفلاني تقرأ خمسة أيام عشرة أيام بعد العشرة أيام بكل بساطة هذا الدعاء لا يتلاءم مع نفسك لا يتلاءم مع قضيتك هناك آلاف الأدعية آلاف الأوراد والأذكار وبرأيك لماذا نجد مثلا في باب الرزق آلاف الأدعية في باب الرزق لماذا لم يختصرها أهل البيت عليه السلام بدعاء واحد للرزق كل إنسان له طاقة روحية كل إنسان له جذبة روحية في كلام الله وكلام أهل البيت يعني بمعنى بمعنى مثل هذا الرجل الذي أتى للإمام الصادق عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله كم آدم قبل آدمنا قال هناك مئة آدم جاء رجل آخر قال له كم آدم قبل آدمنا هذا قال له ألف آدم فقال له رجل يا ابن رسول الله إجابتان على السؤال واحد قال له إنما أنا أكلم الناس على قدر عقولهم هذا ما يتحمل إذا أقول له بأن هناك ألف آدم قبل آدم إنما عقل يتحمل أمئة كذلك هذه الأدعية والأذكار عليك أن تعرف بأن أو كيف أعرف أن هذا الدعاء الذي سوف يقضي لي حاجتي إذا رأيت نفسك تذوفي هذا الدعاء رأيت نفسك عندما تقرأ هذا الدعاء تبكي يخشع قلبك إذن هذا هو الدعاء المناسب لك لذلك عندما يسأل علماؤنا العلام إذا أردت دعاء للرزق أو العافية أو للزواج أو السفر أو كذا ماذا أختار الأدعية كثيرة قال اختر ما هو قريب من قلبك يعني شوف هذه الأدعية التي من تسمعها رأسا قلبك يخشع يعني عينك تدمع فاختار إذن هذا هو المناسب لروحيتك هذا هو المناسب لك هذه قاعدة معروفة جدا يعني كذلك في مسألة استجابة الدعاء عليك دائما وأبدا قبل ما يصير عندك حاجة حمية من الذنوب شوية يعني ما يصير من بابي أن أنا أدعو الله عز وجل بحاجتي وأنا مستمر مثلا بشتم زوجتي وأولادي وظلمهم مثلا أنا ظالم جيراني أنا عندي لساني ليس جيد مع الآخرين عندي ذنوب معينة يعني يجب أن تكون عندك حمية من الذنوب أثناء فترة عندك حاجة معينة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بنص العبارة قال إذا كان عبدي قد استوجب إجابة الدعاء نتيجة أنه بكى وسهر الليل وقرأ الأدعية وصلى صلاة الليل ولكنه عندما يذنب بالنهار يذنب بالنهار الله يقول للملائكة قفوا لا تستجيبوا لعبدي هذا لأنه قد تعرض لسخطنا سوى ذنب خلنا نوقف إجابة الدعاء هل ستقول بأنه كيف إذن؟ ماكو إنسان معصوم إذن ماذا تفعل؟ ما عليك إلا أن تستغفر يجب أن تكون كثير الاستغفار هذه نقاط بسيطة ومهمة في مسألة استجابة الدعاء ورجاء رجاء رجاء يعني ماكو إنسان معصوم بما أنك تقول إحنا ما نقدر نلزم أنفسنا من الذنوب إذن دائما خلي لسانك كثير الاستغفار كيوجب الله سبحانه وتعالى لك استجابة الدعاء الإمام الكاظم عليه السلام كان يستغفر في اليوم الليلة خمسة آلاف مرة وهو غير محتاج لمسألة الاستغفار لأنه إنسان معصوم ولكن يريد أن يعلمنا في مسألة كثرة الاستغفار نسأل الله أن يوفقنا لهذه المعاني جميعا ونسأل الله أن يوفقنا دائما لخدمتكم إن شاء الله وأرجع وأقول نحن مجرد ناقلين لأحاديث أهل البيت ناقلين لروايات أهل البيت في إجابة الدعاء إلى غير ذلك وناقلين لمجربات علمائنا الأعلام برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام لا تنسونا من فاضلي دعواتكم دائما وأبدا نحن إن شاء الله لا ننساكم من الدعاء والزيارة في المرقدين الشريفين لأب الفضل عباس والإمام الحسين عليهما السلام إن شاء الله تعالى وحياكم الله جميعا